السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة مارتوم في هذه الحلقة سوف نعمل على تقديم تلفاز جديد من سامسونج من الفئة المتوسطة لسنة 2022 الرقم التسلسلي لهذا التلفاز هو البائل 8000 من حجم 43 بوصة إذن لنكتشف جميعا ما تقدم لنا سامسونج لهذه السنة من مميزات وأسعار شاهد هذا الفيديو حتى النهاية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس عند فتحكم لهذه العربة سوف تجدون مجموعة من القطع المرفقة مع التلفاز على الشكل التالي أورق الضمان وذليل المستخدم وذليل التركيب كابل التشغيل وجهاز التحكم عن بعد بميزة المساعد الصوتي بيكس بي والشحن عبر طريق لوح الشمسي المتوجد خلف الجهاز أو عبر منفذ USB Type-C عملية تركيب المنصة سهلة جدا ولا تحتاج إلا للاحتراس أثناء التنصيب عبر احترام خطوة التركيب الأمينة وبضع دقائق فقط كل ما عليك فعله هو دمج المنصة مع التلفاز عبر دفع الساق في مكانها والتأكد من قوة التشبت منافذ الاتصال في هذا الجهاز على الشكل التالي منفذين USB منفذ واحد لكابل إنترنت ثلاث منافذ HDMI ومنفذ الهوائي والمستقبل الرقم المدمج لغة التصميم في هذا التلفاز فهي فريدة من نوعها حيث تطلق سامسونج على هذا التصميم Air Slim Design حيث أنه لا يتوفر على حواف من ثلاثة جهات من جهة اليسار واليمين والشريط العلوي أسفل الشاشة يقف التلفاز على منصتين أما على مستوى سمك هذا التلفاز فهو رقيق جدا صراحة التصميم هنا رهيب بشكل لا يصدق على مستوى النظام فشاشات سامسونج تشتغل بنظام التشغيل تايزن أويز والملاحظ في هذا الجهاز هو تحديث على مستوى الواجهة حيث تمنحك القدرة على تنظيم جميع التطبيقات والبرامج وسهولة الوصول إلى محتوىك المفضل في مكان واحد يمكنكم أيضا الولوج إلى مكتبة التطبيقات المليئة بالبرامج المختلفة وتحملها على جهازك وتختلف هذه المكتبة من بلد إلى آخر هذا التلفاز لديه القدرة أيضا على السماح لك بمشاركة محتوى هاتفك مع الجهاز عبر خاصية سمارت فيو أو سكرين ميرورينك حسب الهاتف الذي تستخدمه وكما ترون فالخطوات سهلة جدا وسريعة يقدم لنا هذا التلفاز جودة صورة بدقة 4K عبر تكنولوجيا الكريستال إلترا إتش دي كذلك يدعم الـ HDR الذي يحسن من مدى تباين المشاهد المظلمة والساطعة وأخيرا تقنية Dynamic Crystal Color أي تقنية اللون الكريستالي الديناميكي التي تقدم مليار درجة لون بفضل تكنولوجيا الفصفور المتقدمة باختصار هذا التلفاز يقوم بتحسين وتعزيز الألوان في الصور والارتقاء بها لتحصل على درجة عالية من التفاصيل في جميع المشاهد كما أن زاوية المشاهدة في هذا التلفاز فهي جيدة كما ترون التلفاز لا يفقد سطوع الألوان عند مشاهدتك للصور في أحد الزوايا على مستوى الصوت فسامسونك تطرح ميزة جميلة هي خاصية الكيو سينفوني التي تعمل على شبك صوت التلفاز عبر البلوتوت مع ساوند بار خارجي واجعل هذين الاثنين يشتغلان بشكل متنغم والنتجة هي الحصول على صوت محيطي أفضل علاوة عن هذا هناك خاصية الصوت التكييفي الذي يحتوي على دكاء صناعي يقوم بتحسين الصوت بناء على تحليل المشاهد وأخيرا ساوند راكين وهي تعتمد على تتبع الأجسام في الشاشة من أجل إصدار الأصوات تجربة الألعاب في هذا التلفاز فهي محترمة الجهاز لديه القدرة على التعارف على منصة الألعاب عند تشغيلها وتفعيل إعدادات الجيم مود كما أنه يتوفر على خاصية الموشن أكسلرايتر هذه الميزة من المفترض أن تعزز وضوح الحركة للحصول على تفاصيل سلسة ونقية عبر تقليل اهتزاس الصورة على الشاشة كما أنه يتوفر على وضع معدل التأخير المنخفض التلقائي الذي يمنحك قدرة التحكم في مستويات التأخير في الشاشة بدون تشويش على الحركة أو الاتزاز مما يعطيك سلاسة في أفضل الأشكال وقد تختلف هذه التجربة إثار التغيير في إعدادات أو ظروف أخرى كل هذه المزايا القوية من صوت والصورة وسلاسات النظام يعود الفضل لها في المعالج القوي من سامسونج من نوع Crystal 4K Processor الذي تستخدمه في جميع شاشاتها من الفئة المتوسطة وفي نهايتنا لهذا الفيديو نذكر لكم أن هذا الجهاز متوفر في أحجام مختلفة على الشكل التالي بالنسبة إلى الأسعار فهي على الشكل التالي في المغرب وقد تختلف هذه الأسعار من متجرين إلى آخر أو حسب توقيت تنزيل هذا الفيديو إذن أصدقائي لقد شرفنا على نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم لا تنسوا دعمنا بلايك والسبسكرايب المرجو ترك جميع تساؤلاتكم وتعليقاتكم جهات التعليقات سوف أحاول إجابة عنها قدر المستطاع شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء إلى حلقة قادمة إن شاء الله مع جهاز جديد